أشرف الهلال الأحمر الجزائري الأحد على شحن 180 طن من المواد الغدائية المتنوعة بحرا قدمتها الجزائر كمساعدات لكيوبا المساعدات المتمثلة في المواد الغدائية الأساسية على غرار زيت المائدة والسكر جرى تعبئتها في طرود بوزن 22 كيلوغراما للطرد الواحد والذي من شأنه أن يلبي احتياجات العائلة الوحيدة لمدة تتراوح بين 15 إلى 20 يوما